حول هذا الموضوع ينضم إلينا ياسر العدوان محافظ المفرق أهلا وسهلا بك بيدهاية لو تضعنا بصورة الاستعدادات اللوجستية لإعادة فتح معبر إجابر وذلك للعودة للعمل بكامل طاقته مساء الخير لك ولكافة المستمعين والمشاهدين كما تعلمي قام دولة رئيس الوزراء يوم الخميس كان موافق 8-7 من هذا العام بزيارة لمعبر حدود جابر تفقد من خلال المعبر وآخر الاستعدادات اللوجستية داخل المعبر والفنية وذلك لاتخاذ القرار بإعادة فتح الحدود تم إغلاق الحدود هذه المرة بتاريخ 13-8-2020 بقرار من معالي وزير الداخلية نظراً لظروف الصحية والطارئة علينا بالنجاحة كورونا ولكن وبعد استقرار الوضع الصحي والحمد لله عادت السيطرة بشكل جيد بدأ العمل الآن بفتح الحدود اعتباراً من يوم الأحد القادم إن شاء الله ولكن هذه المرة الفتح سيعود كما كان قبل 13-8 بس ثناء بعض الأمور الصحية والترتبات والإجراءات الصحية التي سأتحدث عنها بمكسار أحد هذه الإجراءات سيد باس ياسر يعني كان إلغاء العمل بقرار باك تو باك وبالتالي ما الذي يترتب على هذا القرار هو قبل تاريخ 13-8 لم يكن هناك معمول بنظام الباك تو باك ولكن اعتباراً من تاريخ يوم الأحد سنعود إلى ما كنا عليه بالسابق ولكن سيكون هذا القرار العمل باك تو باك هو اختياري وليس إجباري على كافة الشاحنات من يرغب بالمغادرة باتجاه الجانب السوري أو من الجانب السوري باتجاه دول الخليج أصبح الآن مصرح له ومن يرغب بإجراء عملية الباك تو باك داخل الحدود الأردنية داخل حدود جابر أيضاً مسموح بها نعم طيب كيف تتوقع أن تكون حركة المغادرة اليومية للأشخاص بمركز جابر الآن فيما يخص حركة الأشخاص المسافرين سواء القادمين أو المغادرين في البداية كانت عملية النقل تتم باك تو باك نفس عملية الشحن كانت تأتي مركبات من داخل الأردن على المدخل السوري وتنقل الرقاب ومن ثم تتجه إلى المكان المراد الوصول إليه الآن تم السماح باتباراً من يوم الأحد لكافة الحافلات الترانزيت القادمة من الدمهورية العربية السورية بإمكانها أنها تمر باتجاه دول الخليج شريطة التسجيل على منصة توكلنا وهي المنصة السعودية للمصرح بهم للدخول إلى المملكة العربية السعودية نعم وبدون التسجيل على المنصة بدون التسجيل على منصة الأردنية يعني الحافلات الترانزيت بإمكانها تتوجه باتجاه الدول الخليج بدون التسجيل على المنصة وأيضاً الشاحنات الترانزيت بإمكانها الذهاب بالتجاه دول الخليج بدون تزدير على المنصة وهل من ترتيبات أمنية سيد ياسر؟ فيما يخص الترتيبات الأمنية بالرغم من إعادة الفتحة التي لم تتم إلا بعد إعادة تهيئة المعبر لوجستيا وفنيا وصحيا أيضا سيكون هناك تشديد أمني على كافة القادمين سواء المسافرين أو الشحن وأيضا لدينا من كافة المرتبات العاملة داخل الحدود ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والجمهورية التي تضمن أمن وسلامة المملكة الأردنية الهاشمية طيب العمل المبدئي بمركز حدود جابر يعني تقريبا بمعدل مئة مركبة سفريات خارجية يوميا ولكن متى من الممكن العمل بطاقة قصوى؟ في الوقت الحالي هي عبارة عن تجربة سنستمر بها إلى أن نرى مدى الالتزام ومدى الالتزام في الإجراءات الصحية لدينا الآن منصة سنقوم بتزويدكم بالرابط الإلتروني اللي هي فيزة جوردن ولكن هذه منصة خاصة بسائقي سفريات حدود جابر المنصة يصرح لمئة مركبة قادمة من الجمهورية العربية السورية الدخول للأردن ومئة مركبة مغادرة من المملكة الأردنية الشمية باتجاه الحدود السورية ولكن هناك شروط السائق الأردني يجب أن يكون حاصل على المطعوم وأن يقوم بالتسجيل على المنصة باستطاعته الذهاب للجمهورية العربية السورية وعند العودة سيقوم بإجراء الفحص داخل حدود جابر أما فيما يخص القادم من سوريا وهو سائق السفريات السوري فيجب عليه إحضار فحص بي سي آر قبل 72 ساعة وأيضا إجراء الفحص داخل الحدود الأردنية ولكن هناك لا يتم المئة مركبة سيكون هناك تحديد كل سائق مركبة سيكون له الحق باستخدام المنصة كل أربعة أيام مرة واحدة لنتيح الفرصة لكافة سائقية السفريات العاملين على الحدود الأردنية السورية بالعمل بانتظام ما فهمت منك سيد ياسر هذه المنصة هي منصة جديدة وليست المنصة القديمة نعم هي خاصة بسفريات حدود جابر طيب لو تزودنا بالعنوان سيد ياسر من أجل التسجيل والاطلاع على الإجراءات شكرا جزيلا لك ياسر العدوان محافظ المفرق